كما أكد عضو فريق دفاع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلية للأرض الفلسطينية والقدس الشرقية هو انتهاك للالتزامات الدولية التي يجب أن تلتزم بها إسرائيل ودعا عضو فريق دفاع جنوب إفريقيا المجتمع الدولي لضرورة إلزام إسرائيل بهذه الالتزامات الدولية الجمعية العامة الأمم المتحدة والتوجيهات الصادرة عنها فيما يتعلق بتبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني يتوضح بأن استمرار هذا الاحتلال للأرض الفلسطينية والقدس الشرقية متضمنة أيضا إنما هو انتهاك للالتزامات الدولية التي يجب على دولة إسرائيل أن تلتزم بها إنها مسؤولية دولية الآن أن تلزم إسرائيل بتلك الالتزامات الدولية وفق المعايير المعروفة لدى المحكمة هنا أيضا